اليوم ان شاء الله غضي نتكلمو على عشبة الاشناء. وغضي نتعرفها لها بالاسماء ديلها في المغرب والجزائر وكذلك في بعض الدول العربية وبالفرنسية وكذلك بالانجليزية والمنفع ديلها. وفي فين كتواجد الاماكين التي تواجد فيها هذه العشبة. اذا نبدأ على بركة اللعلى باسماء هذه النبتة. فهي تسمى كشة العجوز. تسمى كشة العجوز وتسمى الحزاز. لماذا سميت بالحزاز? لانها تعالج الحزاز. وكذلك تسمى شيبة العجوز شيبة العجوز. ندلها تقريبا ثلاثة اسماء في ف Village Goesتدة اسمائها في الكتوب آآ آآ كتوب العلاج بالاعشاب فهي تسمى كشة العجوز وتسمى الحزاز وتسمى شيبة العاجوز. اما في المغرب فها تسمى بي لحية الشيخ تسمى بلحية الشيخ. وفي الجزائر كتسمى الخز. إذا في المغرب كتسمى الحية الشيخ. وفي الجزائر كتسمى الخز. اما بالامازيغية فعندها بزاف دي الاسماء كتسمى اه تاكتشا تاكتشا وكتسمى تامرتنو مغار تامرتنو مغار يعني تامرتنو مغار نقصد كتقصدو بها نقصدو بها لحية الشيخ الرجل الكبير وتسمى تيشوا 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 ولكن في مصر فهي كتسمى عندها اسم اخر كتسمى شيبا شيبا للي كنا عارفو دي المغرب ولكن الشيبا كيقصدو بها عشبة تلعشنا شون هي هاد الاشنا هدي قد نعرفوشنا هي هاد الاشنا هي عبارة عن طفاليات كتنمو فوق القشور دي الاشجر الاهاد الاشجر هدي كتتتواجد بالطبط كتتواجد في المعنة تقرطبة وعندنا في المغرب كتتواجد هاد المادة هدي دي الاشنا او العشبة الاشنة ممكن نسميهها عشبة ولكن هي في الحقيقة فهي عبارة عن طفيل ياس. اه كتتواجد في الغابة زيال عميشليفن وازرو ويفران وكتواجد في القشور ديال شجرة الارز بالضبط وكذلك شجرة البلوت. فهي كتتواجد في القشرة ديالها كتنمو في القشرة ديالها ويتم ازالتها وكذلك فهي تسقط في الارض ويمكن استغلالها واخدها عندما تكون اه في مرحلة سقط تسقط في فترة اللحظة فيمكن اخذ هذه الطفيلية واستعمالها ويمكن كذلك كما قلت ازالتها من على قشور اه الشجر. شجر البلوت وشجر الارز. اتحدث عن في حالة المغرب. فالمغرب فتتواجد في هذه الشجرة تتواجد في هذه الطفيلية في اه منطقة ازرو ومشليفن وافران. حيث تتواجد اه اشجار البلوت وكذلك اشجار الارز. ارز الاطلس. ويستحسنوا يستحسنوا جني اه اشبهة الاشنان. طفيلية الاشنان. اه من على شجر البلوت. لان اه لان شجر البلوت كما تعرفون فهو يعطي اه رائحة جميلة لهذه الطفيلية وبالتالي فيفضلوا يفضلوا اه حصد وجني اه طفيليات شجر البلوت. اه وكذلك سنتعرف على اسمائها باسمها العلمي. فهي تسمى اه لوباغيا بيلموناغيا. لوباغيا بيلموناغيا. اه ده هو الاسم العلمي ديالها. وبالفرنسية فهي تسمى باغب دو ليشن. باغب دو ليشن. باغب دو ليشن. وكتسمى كذلك ليشن دوشين. ليشن دوشين. لشن دوشين. اما بالانجليزية فهي تسمى اه اه او مان بيرد. او مان بيرد. يعني اه لحية الرجل العجوز. وقد تسألنا كذلك البرد ليشنز. البرد ليشنز. بالنسبة الاجزاء المستعملة من هذه الطفيلية فهي قد تستعمل الطفيلية باكملها. باكملها. جدير بالذكر على ان هذه الطفيلية فليس لها جذور وليس لها سيقان. فيبتل تستعمل باكملها يتم غسلها وتنقيتها من بعض الشوائب ان كانت فيها. وتجفيفها واستعملها. بالنسبة لهذه هذه الطفيلة فهي تكون من عدة عناصر. نذكر من بينها. انها تحتوي على صمة. وتحتوي كذلك على حمد صليسيليك. حمد صليسيليك. وتحتوي كذلك على هيدرات فحمية. هيدرات فحمية. وتحتوي كذلك على مادة ليشينين. مادة ليشينين. ولها عدة منافع. نذكر من بينها انها تعتبر معززة للجهاز العصابي. ومضادة لفقر الدم. ومسكينة للحمى. ومفيدة للتقي عند المرأة الحامل. وتخفف من تعرق الليلي. ومفيدة كذلك للمصابين بفقر الدم. والسعال والتياب الحلق والاسعال. ولكن يجب ان لا يستعمل ان لا تستعمل هذه النبتة. بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من القرحة المعيدية والمصابين بمشاكل الجهاز الهضمي والامعان. اذا كانت هذه بعض المعلومات حول على عشبات الطوفيليات العشنة. اتمنى ان تكونوا قد تستفدتم معنا. اذا كانت لديكم اي عشبات لنا نتحدث عنها. اكتبونا اسمها في التعليق وسوف اعجبكم ان شاء الله. شكرا على المتابعة ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة.